شكل رسميا اول نادي اقتصادي جديد يمثل الجهة الغربية تحت مسمى النادي الاقتصادي للغرب وبمبادرة جادة وطموحة تهدف لجمع توحيد ودعم المؤسسات المحلية سعيا لتنمية اقتصادية مظاهرة ومستدامة هذا وافاد بيان صحفي ان النادي الاقتصادي للغرب جاء بارادة قوية جمعت رواد الصناعة مؤسسات جزائرية وخبراء الناحية الغربية من الوطن اصدى توحيد الجهود للنهوض باقتصادنا والبحث عن السبل الكفيلة لاعادة التوازن لواقعنا الصناعي الانتاجي في مختلف القطاعات كما يهدف هذا المولود الاقتصاد الجديد الى تدعيم مجال التكوين وتطوير المهارات مع الدفاع عن مصالح المؤسسة كوسيط فعال مع السلطات المحلية الجهوية وكذا المركزية ويسعى ايضا لتقييم المناخ الاقتصادي من خلال العمل التشاركي والمحوري ليكون الاثر فعالا وناجعا وهذا ما يمنح الثقة لدى المنخارطين في النادي وبهذه المناسبة قال رئيس النادي الاقتصادي للغرب ان هذا المولود الاقتصادي الجديد يسعى ليكون خلية للافكار مصدرا للحلول وقطبا للابداع الاقتصادي المحلي بالعمل والتشاور مع الاعضاء المؤسسين وبالتنسيق مع الخبراء ورواد الاقتصاد والفيدراليات والمنظمات الاخرى داعيا جميع المتعاملين وارباب العمل للالتحاق والانضمام الى هذا المشروع الاقتصادي الطموح